تفيد آخر الأحصائيات وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسين الذين بلغوا السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال السنة الفريطة بلغ أكثر من 15 ألف مهاجر تونسي إلى جانب تجيل ارتفاع في ظاهرة هجر تلقصر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 2021 وصول أكثر من 15.671 مهاجر غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية إضافة إلى منع أكثر من 25.500 مهاجر غير نظامي من الوصول انطلاق من السواحل التونسية هؤلاء يمثلوا التونسيين منهم 48.2% من جملة عدد اللي قاع منع اجتيازا أيضا مرافق الظاهرة خلال الخمسة سنوات الأخيرة هو وصول أكثر من 6.800 قاصر إلى السواحل الإيطالية بشكل يجعل أنه رافق هذه التحولات اللي شملت سواء من حيث القصر أو من حيث النساء أو مشاركة الأطفال وعن أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين الغير نظاميين خلال السنوات الخمسة الأخيرة وبلوغ عتبة 500 ضحية ومفقود سنة 2021 أكد المنتدى أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخ السياسي كانت القادحة في تدفق الموجات الهجرية وتصاعدها المناخ السياسي ما قبل 25 جويلة وكذلك ما بعد 25 جويلة في سياق انتشار الوباء هو القادحة في تدفقات موجات الهجرة غير النظامية وكذلك ركزنا حتى في التقرير على بارديجم أمنلة الهجرة التي تشتغل به سياسات الاتحاد الأوروبي فالمقاربة الأمنية التي جرمت الهجرة غير النظامية كانت كذلك هي القادحة في تدفقات الموجات الهجرة غير النظامية لكن تبقى مسألة ترحيل التونسيين من الخارج وخاصة فرنسا وغياب أرقام رسمية حول المسألة من أبرز الانتقادات التي وجهها رنضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى للسلطات المعنية لاعتمادها وفق قوله سياسة التعتيب فيما يتعلق بالاتفاقيات الحاصلة مع الجانب الأوروبي تونس تحولت لأكبر متعاون في قضايا ترحيل المهاجرين من فرنسا وفتحنا لهم مطار خصيصا وتقريبا لهذه الظاهرة وسط غياب المعطيات والمعلومات سواء لنا كمنظمية مجتمع مدني وإلا لوسائل الإعلام وكأن الجانب التونسي عنده تخوفات من إعلام الرأي العام الوطني بمجمل هذه المعطيات ذلك اللي يوم نحن نأكد على ضرورة وقف كل هذه المسارات ولأن عمليات الترحيل لابد أن تراعي القانون الدولي الإجراء الذي أصبح للأسف وكأن ترحيل وإجراء على الهوية يستهدف ذوي الجنسيات التونسية تحديدا وللحد من هذه الظاهرة تمت المطالبة بضرورة مراجعة مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى تكون أكثر عدالة مع المهاجرين التونسيين وأن تتوفر لدى السلطات التونسية استراتيجية واضحة للهجرة تدمج البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب أهمية إطلاق خطة عاجلة للبحث والإنقاذ بالبحر الأبيض المتوسط